تطبيق نظرية البيم في مشاريع الطرق والبنية التحتية مجلة بيم أرابية العد الأول المنس آمن أنديل يقرأ عليكم عمر سليم مقدمة يعد تطبيق نظرية البيم في مشاريع حاليا طرورة وملاحة لكل مؤسسة تطمح في الوصول إلى أقل التكاليف وتقليل وقت التنفيذ وإخراج المشاريع بصورة عرض رائعة قبل بداية التنفيذ مراحل التطبيق لمشاريع الطرق 1. مرحلة تخطيط 2. مرحلة تصميم الابتدائي 3. مرحلة التصميم التفصيلي 4. مرحلة العرض والاخراج 3. مرحلة التخطيط فيها نقوم بعمل مجموعة من المقترحات للتصميم وفيها يتم دراسة كل مقترح على حدة وفقا لمحددات التصميم والعوايق التي تواجه المشروع وفي النهاية يتم الوصول إلى المقترح الأفضل بالمقارنة بالمقترحات الأخرى 4. مرحلة التصميم الابتدائي وفيها نقوم بتحويل المقترح الذي تم الوصول إليه إلى مقترح تصميمي وفيها نبدأ بإدخال معايير التصميم مثل السرعة التصميمية ومسافة الرؤية وتحليل الكميات والأسعار للمقترح بالنسبة لمرحلة تصميم التفصيلي يتم تحويل المقترح من بيت عمل برنامج الانفراوركس إلى بيت عمل برنامج سيفل سري دي وفهيتم استكمال عملية تصميم والكميات والمقاطع العرضية وصولا إلى إخراج اللوحات ثم تزيير المشروع بالكامل إلى برنامج نافي سوركس لتحديد تعارض بين عناصر المشروع كالجسور أو طرق أو خطوط مياه أو صرف بالنسبة لمرحلة الإخراج وهيكون الإخراج عن طريق لوحة تفصيلية وجداو كميات وإحداثيات الطرق للتنفيذ ويمكن إخراج المشروع بصورة احترافية وعرضه كفيديو مصور من برنامج انفراوركس أو إرساله إلى سري دي ماكس وعمل فيديو مع خاصية الحركة لإعطاء روح الوقعية للموديل لسولة عرضه على العميل